السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسا جديد إذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن عبارات وجمل في اللغة الإنجليزية كما نعلم أفضل طريقة لزيادة رصيد من الكلمات وتطوير لغتي في المحادثة والكتابة هو من خلال تعلم جمل جديدة بالتالي أصطيع كتابتها وأن أقولها بشكل صحيح في اللغة الإنجليزية مع التدريب المستمر والاستمرارية في تعلم هذه الجمل أطور من لغتي الإنجليزية تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والملاحظات التي تفيدنا في تطوير كتابتنا ومحادثتنا في اللغة الإنجليزية إذا نبدأ بأول مجموعة من هذه الجمل والعبارات كيف نقول لا سمح الله لا قدر الله لاحظ الار ممكن ننفضها أو ما ننفضها إذا لا سمح الله أو لا قدر الله كيف نقول كل شيء تمام يعني الأمور طيبة كل شيء على ما يرام نقول أنا هل كان أو تعبان أو مرهق I'm beat طبعا عندنا I'm هي اختصار ل I am نقول I am beat أو نختصرها I'm beat أو نقول I'm spent I'm spent إذا لاحظ نقول beat أو spent كلها ما صحيحة أو العبارة الأخرى I'm tired أيضا أنا متعب إذا بإمكانك أن تقول إحدى هذه الجمل I'm beat I'm spent I'm tired جميعها بمعنى أنا هل كان أو تعبان أو مرهق كيف نقول أنا تأثرت يعني عاطفيا أو امتنانا من موقف ما يعني حدث شيء خلاني أتأثر من هذا الموقف أقول I'm touched I'm touched لاحظ touch عندنا الدين الفضاء T I'm touched I'm touched نقرأ مرة أخرى God forbid All is well I'm beat I'm spent I'm tired I'm touched أخرى مرة God forbid All is well I'm beat I'm spent I'm tired I'm touched والأفضل دائما أكتب هذه الجمل دفتر أو مكان ما أو مدونة ما ودائما أراجع هذه الجمل بالتالي مستمر بتعلم اللغة الإنجليزية ومن تطوير ذاتي كيف أقول غصبا عني يعني رغما عني مجبر Against my will Against my will كيف أقول أعطيني رنة أو اتصال يعني تكون مكان ما تقول شخص أعطيني رنة أو اتصل بي Give me a buzz Give me a buzz لاحظ buzz إذن أعطني رنة أو اتصال كيف نقول لا تكون ضعيفة الشخصية أو العزيمة don't be wishy-washy don't be wishy-washy لاحظ من كلمة wish-wash wishy-washy don't be هي اختصار ل do not نختصرها بدلا عن حرف الأو نضع عباستروفي تصبح don't be wishy-washy كيف أقول أنا راضا عن نفسي I'm pleased with myself I'm pleased with myself لاحظ pleased بمعنى مسرور with إذن بنفسي أو عن نفسي كيف أقول لا تراددني يعني لا تقاطعني بوقاحة يعني تتكلم شخص يرادد بك don't talk back to me don't talk back to me لاحظ talk يتحدث back للخلف يعني يرجع كلام الخلف يعني يقاطع أو يرادد talk back to me لاحظ ال لا تلفظ لا نقول talk talk against my will give me a buzz don't be wishy-washy I'm pleased with myself don't talk back to me نقرأهم آخر مرة against my will give me a buzz don't be wishy-washy I'm pleased with myself don't talk back to me كيف أقول علقت في الازدحام المروري I was stuck in traffic I was stuck in traffic لاحظ traffic 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 حركة مرور أو ازدحام مروري I was stuck يعني علقته في الازدحام المروري I was stuck in traffic كيف أقول نفذ مني البنزين يعني يخلص مني الوقود وقود المركبة والآلية التي أقودها I ran out of gas I ran out of gas I ran out of gas كيف نقول أنت ثرثار يعني لا تحفظ السر تفشي الأسرار you have a big mouth you have a big mouth لو ترجلنا بشكل حارفي نقول أنت عندك أو لديك فم كبير لديك فم كبير لكن لا نقول هذا أنت ثرثار أو لا تحفظ السر بالتالت فشي الأسرار كيف نقول لا تتوهم يعني لا تضحك على نفسك Don't kid yourself Don't kid yourself أقرأ مرة أخرى I was stuck in the traffic I ran out of gas You have a big mouth Don't kid yourself أخر مرة I was stuck in the traffic I ran out of gas You have a big mouth Don't kid yourself كيف نقول لا تكن جبان لا تكن خواف Don't be a chicken Don't be a chicken لاحظ Che can Cheekn نعرف دجاج أو دجاجة لا تكن دجاجة بمعنى لا تكن خواف Don't be a chicken كيف نقول تستاهل أو تستحق هذا الشيء كان سلبي أو إيجابي You deserve it You deserve it مثلا شخص حصل على هدية تقول له You deserve it تستاهلها لو واحد مثلا صار معه شيء سلبي ممكن إذا شخص يعني عدم أخلاق يتشمت به يقول You deserve it يعني تستاهل هل الشيء اللي وقع عليك وهذا أكيد خطأ You deserve it كيف أقول سهرت طوال الليل يعني بقيت سهران و مستيق طوال الليل I stayed up all night I stayed up all night لاحظ من كلمة stay stay up all night كيف أقول أحس بالذنب يشعر بالذنب أو الأسف لحدوث شيء ما I feel bad I feel bad كيف أقول الشخص تفضل يعني خذ هاك يعني خذ هذا الشيء here you go here you go نقرأها مرة أخرى don't be a chicken you deserve it I stayed up all night I feel bad here you go نقرأها آخر مرة don't be a chicken you deserve it I stayed up all night I feel bad here you go بهذا الشكل نهينا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن عشرين جملة في اللغة الإنجليزية وعبارة من خلالها نطور من لغتنا في اللغة الإنجليزية الاستفادة الكبرى من هذا الفيديو حاول تكتب هذه الجمل في مدونة ما وتحاول أن تكتبهم وتتدرب على كتابتهم ولفظهم والتحدث بهم شخص يقول ليس لدي أحد بأن أسمع له أو يتدربني ممكن تسجل نفسك فيديو وتعيد هذه الجملة وتسمع الجملة مرة ثانية على تلفونك إذا كان في خطأ تصلح لنفسك بهذا الطريقة تمرل أذنك على السمع ولسانك على التحدث أتمنى أن أقدم شيء الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل فائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر